السلام عليكم الزواج هو سنة الحياة وفيه مسؤولية عظيمة تبدأ بالتفاهم بين الطرفين ولابد من الاختلاف خاصة في بعض الصفات وقد يكون هذا الاختلاف أمرا جيدا للتكامل لكن بالرغم من ذلك هناك طباع سيئة قد لا يحتمل هالطرف الآخر فكيف يمكن للزوج أن يغير من طباع زوجته الإجابة في هذا الفيديو تابعوا معي أولا تحديد الطبع السيء عندما تريد أن تغير من طباع زوجتك فمن غير الممكن أن تجمع كل الصفات التي لا تحبها وترميها في وجهها هذا خطأ كبير هناك صفات يمكن التعايش معها وستتحسن مع مرور الوقت بينما هناك طباع من الصعب جدا أن تتأقلم معها وإن كانت ستسبب المشاكل بينكما فعليك بتحديدها والبدء بالأهم الخطوة الثانية فهم شخصية الزوجة عندما تفهم شخصية زوجتك ستكون مدركا للأسلوب الذي يجب اتخاذه في نصيحتها بعض الزوجات قد تحب المصارحة المباشرة ولا ترضى عن الخطأ أما بعضهن الآخر قد لا يعترف بالخطأ ويحتاج أسلوبا خاصا هذا بالطبع يتطلب بعض الوقت فلا يمكن أن تفهم زوجتك بعد أسبوع من الزواج وتطلب منها التغيير فورا المصارحة بكل احترام وهدوء إن كان هناك تفاهم بين الزوجين يمكنك أن تصارحها مباشرة بكل هدوء وبكل احترام باشر بذكر محاسنها وطباعها الجيدة وأنك فخور بها لكن لو أنها تحاول السيطرة على غضبها قليلا سيكون ذلك أفضل وعليك تنبيها لبعض المواقف انظري لنفسك وجهك يبدو منفعلا جدا هذا مضر لصحتك قبل كل شيء توضيح سلبيات وعواقب الطبع السيء وضح لها مدى سلبيات هذا الطبع ومدى تداعياته عليها وعلى أسرتها وعواقبه السيئة التي قد تنتهي مشاكل كبيرة واضرب لها بعض الأمثلة من قصص الناس أخبرها أنك تهتم بها وبمصلحتها قبل كل شيء وأن كل إنسان قابل للتغيير للأفضل وهذا ما تتمنى لأجلها قم بمساعدتها في تغيير طباعها كن أكبر داعم لزوجتك ساعدها على التغيير وأخبرها أنك مستعد لفعل أي شيء للتخلص من هذا الطبع قدم لها المديح عند محاولاتها وتحسنها هذا سيشجعها على الاستمرار ولا تنسى الهدايا التعاون المشترك في التحسين عندما تطلب من زوجتك تغيير طبعها السيء قد لا تكون هي كذلك راضية عن طبعك فلا يوجد إنسان كامل اعترف بذلك وأخبرها أنك ستحاول التحسين من نفسك أيضا ليكن تعاونا مشتركا في التحسين من النفس والتخلص من الطبع السيئة عندما تقوم بذلك لم تشعر الزوجة بأنك تنتقص منها بل على العكس هي فرصة للتحسين وبناء بيت سعيد دون أي تكدير الإطراء والتقدير لمحاولاتها قدر لها محاولاتها ولو فشلت بضع مرات أخبرها أنها تستطيع البدء من جديد الطبع الذي عاشت معه سنين طويلة لن يختفي بهذه السهولة قد تبقى آثاره لكن الالتزام وإظهار مدى محبتك وتقديرك لها سيجعل من المستحيل ممكنا تذكر أنك أكبر داعم لها وللكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة تأثير كبير المشاركة في أحلامها قد تكون هذه النصيحة أساسية وضرورية في الحياة الزوجية بشكل عام وعندما تطلب منها تغيير طبع ما فحالما تشعر المرأة أنك تهتم بأحلامها وتحاول أن تقدم لها خططا للنجاح ستشعر أيضا بأنك أكبر داعم لها وأن طلبك لتغيير طبعها هو لمصلحتها كذلك ستكون الحياة الزوجية خير حياة حينذاك ولن تشعر بأي ضيق فالمرأة مخلوق حساس تستحق المعاملة الطيبة وحينها لن ترى منها إلا كل خير ترجمة نانسي قنقر